التقى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية سفراء دول مجموعة العشرين المعتمدة لدى بلادنا في إطار التواصل والتعاون والشراكة التي تجمع بلادنا بدول المجموعة وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالجميع وضعا أمامهم صورة موجزة لمجمل التطورات والتحديات التي تشهدها اليمن على مختلف المستويات ومنها ما يتصل باتفاق الرياضة الذي رعته ودعمته المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستغرار والسلام واستكمال التحرير في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشة الحوثية الإيرانية لافتا إلى جهود إخراج اتفاق الرياضة الذي تم من خلاله تغليب مصلحة اليمن على ما عدها من خلال استيعاب الجميع على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية والمرقعيات الثلاث وتعطيها للجميع في مؤسسات الدولة وقال فخامة الرئيس إن مصدر تفاؤلنا هي ثقتنا بالأشقاء في المملكة العربية السعودية وقديتهم وحرصهم على تنفيذه مقدمة شكر والثناء للمملكة ملكا وولي عهد ولشعبها الأصيل على ما بذلته لإنجاح هذا الاتفاق وكذلك الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يشكله هذا الاتفاق من فرصة كبيرة لإنجاز حالة سلام شاملة في اليمن تقوم على سيادة الدولة وحضور مؤسساتها وسحب السلاح للدولة وحدها وتوفيت الفرصة على المتربصين باليمن سواء من القوى الخارجية أو من الجماعات الإرهابية وخاطب الجميع فخامة الرئيس قائلا نحتاج إلى دعمكم لتنفيذ الاتفاق في أزمنته لمحددة وقد شرعنا في ذلك بإصدار التوجهات لكافة أجهزة الدولة بالبدء الفوري في تفيد كل جهة ما يخصها من الاتفاق وأشار فخامة الرئيس إلى ملف مكافحة الإرهاب أولوية كبيرة خلال المرحلة القادمة كما كان على الدوام بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في هذا الإطار وتطرق فخامة الرئيس إلى اتفاق ستوكولم الذي يستكمل عاما كاملا دون تحقيق تقدم يذكر معي تطلب مراجعة صريحة من قبل الدول الرعية لمعرفة الأسباب والوقوف على من يعرقل هذا الاتفاق وقال فخامة الرئيس نريد لهذا الاتفاق أن يشكل أرضية جيدة للانطلاق نحو الحل الأشمل رغم عدم مبالاة الانقلابيين الحثين بالوضع الإنساني وتحويلهم لهذا الملف إلى وسيلة للضغط السياسي والابتزاز وكرر فخامة الرئيس شكره للجميع وأخص بالتقدير والامتنان قيادة المملكة العربية السعودية الذين تمتعوا بالصبر والحكمة والإرادة والعقلانية وعلى عزمهم على إنجاح هذا الاتفاق الذي ينبغي أن يتحول إلى نقطة انطلاق نحو المستقبل الواعد ومن جانبهم عبر سفراد والمجموعة العشرين عن امتدانهم لهذه الدعوة وهذا اللقاء مقدمين التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس والشعب اليمني على إنجاح توقيع اتفاق الرياض والجهود لاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على الإسهام الفاعل في هذا الإنجاز في سبيل إرساء معالم الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الذي يتطلع إليه الشعب اليمني ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وأكدوا على أن توقيع الاتفاقية في الرياض خطوة تاريخية وتمثل إنجازا يحتاجه اليمن في مثل هذه الظروف للبناء عليها في تحقيق إنجازات متلاحقة على صعيد السلام الشامل في اليمن وفق البرقعيات الثلاث وتحت قيادتها الشرعية مؤكدين دعم ومساندة بلدانهم لهذا الاتفاق ومتطلعين إلى عودة إبعثاتهم الدبلماسية إلى العاصمة لمواقعة عدن تفاعلا مع دعوة فخامة الرئيس لهم في هذا الصدد حضر اللقاء مدير مكتب رأس الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير الخارقية محمد الحضرمي ترجمة نانسي قنقر